احباء المتابعين اعزاء المشاهدين سلام الله عليكم يا اهلا بكم في عالم استطلايت في قناة ابراهيم سعيد المعلومة تقدم اليك بابسط الطرق فنحن في المجال منذ سنين وسنين اكيد اغلبنا لما جي فكر يشتري اجهزة من اجهزة الفوركي وقع في حيرة كبيرة اشتري الجهاز ده ولا ده ولا اختار ايه ولا اعمل ايه انا عارفين طبعا ان اجهزة الفوركي مرتفعة السمن فانت بتبقى عايز تدفع فلوسك في المكان الصح او في الجهاز الذي يحقق رغباتك لذلك يا صديقي اذا كنت تبحث عن جهاز فوركي فانت في الفيديو الصحيح سوف نضع النقاط على الحروف ونوضح مقارنة بين افضل خمس رسفارات فوركي على الاطلاق ونوضح خصائص وعيوب كل جهاز وايه الجهاز اللي تختاره عشان يتلاءم مع رغباتك قبل ما نروح للمقارنة الشاملة بين هذه الاجهزة اطلب منك اللايك المتين والكومنت اللذيذ ويا حباز اذا وانت مش مشترك يا صديق تشترك في القناة والله يشرفني ويسعدني ذلك المقارنة بتاعتنا بتعتمد على خمس نقاط رئيسية اولا الامكانيات ثانيا الصورة ثالثا التحديثات رابعا شكل الجهاز خامسا السرفارات الموجودة على هذه الاجهزة الجهاز رقم خمسة في هذه الليستة يا اخواني هو جهاز جون تسعمية وخمسين فوركي وهذا الجهاز متوفر لدى الاخوة في الجزائر والمغرب وهذا الجهاز امكانياته معالج هايت سيليكون الشهير وايضا راما اتنين جيجا وفلاش تمانية فيدعم تنزيل الالاف من القنوات في نفس الوقت يدعم تشغيل جميع العاب الاكس بوكس على الجهاز وايضا يدعم واي فاي داخلي ويدعم خاصية بي اي بي من اجل تشغيل قناتين في وقت واحد على نفس الشاشة رقم اتنين جودت الصورة جودت الصورة على اجهزة جيون تسعمية وخمسين فوركي هي جودة قد تكون فوركي هي مش فوركي بيور هي ممكن تكون توكي ولكن هي حتى فوركي مش هتحس انت بالفرق ده طبعا الا لو انت عندك شاشة عملاقة اوي وراجل متخصص وفني اوي هتفهم وحتقدر تفرق بين ان ده فوركي ولا توكي فالامور بينهم طفيفة جدا فانت مش هتقدر تحدد الجودة دية فوركي ولا توكي فنقدر نقوم الجهاز فوركي يعني على المغمط كده النقطة رقم ثلاثة في هذا الجهاز التحديسات تحديسات تأتي لهذا الجهاز بشكل مستمر والفريق القائم على هذا الجهاز بصراحة نرفع لهم القبعة تحديسات بالجملة تنزل لهذا الجهاز من اصلاح الاخطاء او من ترقية السيرفرات او من اضافة اشياء اخرى جديدة النقطة رقم اربعة شكل الجهاز يا اخواني اجهزة جيون تسعمية وخمسين فوركي يعني شبيهة بنفس شكل اجهزة الطايجر وانا بصراحة ما بحبس الستايل ده تحس ان عامل كده سيكون شعلة معني مش مش جمالي او هي ازواق برضو ممكن يعجبك التصميم بتاعهم ده ولكن هو تصميم تيبكال متاخذ من اجهزة الطايجر فانا تمنى من المصنع القائم على هذه الاجهزة في الاصدارات القادمة يحاولوا ان يصنعوا الشكل خاص بهم لان الجهاز من الناحية الهاردوير رائع جدا النقطة رقم خمسة السيرفرات الموجودة على هذا الجهاز جيون تسعمية وخمسين فوركي سيرفر فور ايفر الغاني عن التعريف لمدة عامين وسيرفر ابولو ايضا الغاني عن التعريف لمدة عامين ويدعم الدونجل الفضائي ايضا لمدة عامين فمن ناحية السيرفرات فعليه سيرفرات قوية جدا تستطيع ان تعتمد عليها بارتياحية طبعا وما فيش مشاكل من النقطة دي اما الجهاز الرابع في هذه القائمة يا اخواني هو جهاز ميديا ستار سيدي تو يأتي بمعالج هاي سيليكون الشهير ورام اتنين وفلاش تمانية فيدعم تنزيل الاف القنوات بلا اي مشاكل وايضا يأتي بنظام اندرويد سيفن فيدعم تسطيب اغلب برامج الاندرويد على الرسيفر اذا كان تليجرام او واتس او غيره من هذه البرامج بامكانك ان تثبتها على جهاز ميديا ستار زيدي تو بدون مشاكل النقطة الفريدة في هذا الجهاز هي القوائم السري دي الذي يتميز بها جهاز ميديا ستار زيدي تو فاذا كنت انت من عشاق الشكل الجمالي في جهازك فبالفعل جهاز ميديا ستار زيدي تو يقدم قوائم سري دي بشكل جذاب وشكل جميل وملفت اما النقطة الثانية في اجهزة ميديا ستار زيدي تو هي جودة الصورة وجودة الصورة في اجهزة ميديا ستار جودة رائعة جدا هي جودة فور كي بيور يعني مش تو كي هي فور كي حقيقية بالفعل فهو يقدم اليك صورة فور كي كما ينبغي اما النقطة الثالثة هو شكل الجهاز شكل الجهاز هو كلاسيكي بعض الشيء فاذا كنت انت من هوات الاشكال الكلاسيكية مثل اجهزة ترومن القديمة وهذه الاشياء فبالفعل جهاز ميديا ستار زيدي تو هو شكله كلاسيكي وهذا سلاحظه حدين وايضا حسب زوءك يعني انا بحس ان الموضوع قديم شوية كان بامكانك انك تعملينها تصميم عصري اكثر من ذلك ولكن الجهاز كامكانيات رهيب جدا ولكن كشكل هو شكل كلاسيكي هم مصرين ان هم يحتفظون بالشكل الكلاسيك فقلنا في الكومنتات تحت هل انت من عشاك الشكل الكلاسيكي لجهاز ميديا ستار زيدي تو ولا انت بتطلب من المصنع ان هم ينزلوا اشكال جديدة غير الشكل الكلاسيك اما النقطة رقم اربعة وهي التحديثات اجهزة ميديا ستار زيدي تو تحديثاتها قليلة جدا للأسب الحلو ما بيكملش فاذا كنت انت من عشاك التحديثات فجهاز ميديا ستار قليل التحديثات ولكن في ناس كبيرة في السن بتحب موضوع التحديثات ده ما يبقاش كتير عشان الجهاز يبضل مستقر معه الجهاز حامل لسيرفر الفور ايفر الشهير وسيرفر ابولو ويدعم الدمجل الفضائي فكل دي هزي الخصائص الموجودة كلها حاجات مميزة جدا بتتميز بيها الأجهزة الحاملة لسيرفر الفور ايفر اما الجهاز الثالث في هذه القائمة هو جهاز الايكون الشهير الذي يأتي بمعالج هاي سيليكون سناء النواة ورام اتنين جيجا وفلاش تمانية فهدعم تسطيب او تنزيل الاف القنوات بلا اي مشاكل ويأتي بالنظام الاندريد الاصدار السابع نقطة واحد فبالتالي بامكانك تنزيل العديد من الابليكيشنات بدون اي مشاكل على جهازك الخاص بك ويدعم خاصية الميرا كاست من اجل ربط الموبايل بالريسيفر بشكل احترافي ونقل الصورة الى الموبايل بشكل رائع وايضا يدعم خاصية بي اي بي من اجل تشغيل قناطين في وقت واحد اما نيجي للنقطة الثانية في جهاز الايكون وهي الصورة الصورة في جهاز الايكون عشان نكون صريحين كده هي مش صورة فوركي هي صورة توكي في فرق طبعا بين التوكي والفوركي فالنقطة دية ان جهاز الايكون ليس فوركي هو توكي يعني نقدر نقول حتى فوركي اما النقطة الثالثة هو شكل الجهاز يأتي بتصميم عصري هو ليس كبير في الحجم وليس صغير بين البنين تصميم رائع جدا باللون الاسود اما النقطة الرابعة وهي التحديثات صراحة فريق الايكون فريق ناشط جدا في انزال الكثير والكثير من التحديثات بشكل مستمر باضافة قصائص جديدة واضافة اوبشنات وترقية سرفرات وكل هذه الاشياء يقوم بها فريق الايكون ولكن يعاب عليهم نقطة بسيطة جدا هو انك بتنزل بلاجين وبتنزل اندرويد يعني الجهاز هل هو بلاجين ولا اندرويد بلاجين يعني هل الجهاز لينكس صرف ولا اندرويد جميع شركات الرسيفرات في العالم بتختار سيستم بعينه لعمل الرسيفر بتاعي لينكس لعمله اندرويد ما ينفعش يبقى خليط بين الاثنين لما يعمله خليط بين الاثنين بيحصل لدروب في الصفت ويحصل فيه تضاربات وانهيارات وده اللي كان بيحصل في الصفتات الاولانية لجهاز الايكون وبعد كده الامور تحسنت ولكن هذه المعضلة ستظل ابدية اذا زلوا مستمرين على انزال البلاجينات والجهاز غير مؤهل تماما على ان يكون جهاز انيجما ان تنزل له بلاجينات واضافات عشان بيحصل انهيارات في الجهاز بشكل ملحوظ وبيحصل تضارب في البنية البرمجية بتاعة الجهاز اتمنى اكون وضحت النقطة دية ببساطة عشان الناس اللي هي ما عنداش فكرة عن الكلمة ديت تكون الرؤية واضحة لهم ان جهاز الايكون بيدعم الخاصيتين دولت فهي سلاح زوحدين وحتى الان السلاح ضدهم مش معاهم اما النقطة الخامسة اصدقائي وهي السيرفرات جهاز الايكون يأتي بسيرفر الارك الشهير وهو سيرفر رائع يعني يفتح العديد والعديد من الباقات ولكن ما يعيب انه بيحدث بعض تحزبزب في بعض الفترات نظرا للعديد والعديد من الباقات المفتوحة على هذا الجهاز اما سيرفر الايبي ديفي الموجودة على جهاز الايكون هو سيرفر جوجو وهو سيرفر متوسط ما نقدرش نقول عليه انه هو سيرفر ممتاز يضاعي سيرفر ابولو هو يعني متوسط القوة وليس قوي وبكده تكون خلصة حكاية جهاز الايكون اما الجهاز الثاني في هذه القائمة الذي يأتي قاساني افضل جهاز في عالم الرسيفرات هو ستار سات اكس وان برو وستار سات اكس وان اكس تريم الاتنين بينهم فرقات طفيفة بيجلنا من شركة ستار سات الكبير الذي لها باع كبير في مجال الرسيفرات هذا الجهاز يأتي بمعالج هاي سيليكون الشهير ورام اتنين جيجا وفلاش تمانية فيدعم تنزيل الاف القنوات بلا اي مشاكل ويأتي بنظام الاندوريد الاصدار الثامن وهو الجهاز الوحيد الذي يأتي بنظام الاندوريد الاصدار الثامن تالي مية في المية من برامج الاندوريد بإمكانك ان تسطبع على الرسيفر الخاص بك بلا اي مشاكل ويدعم خاصية بي اي بي من اجل تشغيل اكثر من قناة في وقت واحد وايضا يدعم خاصية الميرا كاست من اجل ربط الموبايل بالرسيفر بشكل احترافي ويأتي الجهاز بروموت كنترول رائع هتلاقي في ظهر الروموت الكنترول موجود كيبورد عشان تقدر انك تستخدم الكيبورد اذا كنت تبحث على اليوتيوب او تبحث على اي ابليكيشن انت مصطبق فالكيبورد ده بيساعدك جدا كانك تستخدمه وهي نقطة مفيدة بالنسبة للناس الكبيرة في السن اللي هما لا يجدون استخدام الكمبيوتر او الموبايل فبالنسبة لك الروموت حيكون كويس جدا انك تقدر تكتب العنوان البحث اللي انت عايزه وتحصل على الفيديو او المقطع اللي انت بتدور عليه اما النقطة الثانية وهو شكل الجهاز جهاز ستار سات اكس وان برو او ستار سات اكس وان اكس تريم يأتي بتصميم عصري فريد يكاد يكون ان هذا افضل تصميم في عالم الرسيفرات تصميم رائع بشكل المعدن الانسيابي بالفعل اجهزة لا يعلق على التصميم الخارجي بتحس ان الجهاز جزء من الديكور فعلا كده النقحات التحفة فنية بجوار الشاشة اما النقطة الثالثة وهي جودة الصورة اما جودة الصورة على اجهزة ستار سات اكس وان برو او اكس وان اكس تريم هي جودة فور كي كما ينبغي يعني صورة فور كي حقيقية بالفعل بجميع ابعاد الفور كي المعروفة النقطة رقم اربعة وهي التحديثات يا صديقي تحديثات الستار سات دائما في الموعد وكلها تحديثات صائبة نادرا جدا لما بينزلوا تحديث في مشكلة جميع تحديثاتهم بتكون تحديثات رائعة من اجل تحسين الجهاز بالشكل رائع بالفعل الفريق القائم على ستار سات فريق يحتز به في مثال التحديثات الصائبة في الوقت الصحيح فهم بالفعل من افضل فرق البرمجية اللي بتقدم تحديثات رائعة لاجهزتهم اما النقطة الخامسة اصدقائي وهي السيرفرات يأتي بسيرفر الفور ايفر الشهير وسيرفر ابولو الغناء عن التعريف ويدعم الدونجل الفضائي كل ذي هذه الخصائص متوفرة في جميع الاجهزة اللي هي بتدعم الفور ايفر وبكده نكون خلصنا من حكاية جهاز ستار سات اكس وان اكس برو وقلنا هل انت تفكر في اقتناء هذا الجهاز ولا لا اما الجهاز رقم واحد في عالم الرسيفرات الذي يتفوق بسنين ضوئية عن باقي الرسيفرات المفروب باندخل الموسيقى ساس بنز تا 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 هو جهاز فوبلاس التيمو فور كي او فوبلاس دو فور كي مبدأين اصدقائي اي جهاز في العالم بيحقق نجاح بيجري المستوردين يروحوا لمصانع تصنيع الرسيفرات يقولوا احنا عايزين جهاز هاي كوبي او جهاز بنفس القوائم ديت او بنفس الخصائص جهاز الستار سات فتجد ان الكثير والكثير من الاجهزة في العالم بتقلد مثلا الستار سات في ستايلو في صوفتاتو في كل حاجة ولما نيجي لاجهزة الفوبلاس التيمو فور كي من الاجهزة الناديرة جدا في العالم اللي صعب حد يقدر يقلدها او حد يعمل منها نسخة هاي كوبي فعندما تفكر في شراء فوبلاس التيمو فور كي فصلت تماما انك تحصل على النسخة الاصلية من هذا الجهاز لان ملوش تقليد اصلا في العالم جهاز فوبلاس التيمو فور كي يأتي بالنظام الانيجما الشهير وهو نظام اللينكس ويدعم اضافة الالاف من البلوجينز وهذه الرصيفرات تسمى بالرصيفر الحاسوب تستخدم في الفنادق تستخدم في المطارات من اجل توزيع الصورة على اكثر من شاشة بشكل احترافي تستخدم في السيرفرات تستخدم ايضا لعشاق هذه الاجهزة لابد ان تكون شغوف باجهزة الانيجما من اجل ان تقتلي جهاز من هذه الاجهزة لانها اجهزة احترافية بما تحمله الكلمة من معنى ليست سهلة الاستخدام تحتاج منك دايما تكون متابع ازاي تعرف تضيف بلوجين ازاي اغير صورة ازاي احل لانشر كل هذه الاشياء الموجودة على اجهزة الانيجما الرهيبة العملاقة التي لا يضهيها اجهزة في العالم وهي اجهزة فوبلاس فالجهاز بيأتي بهاردوير قوي جدا وسوفتوير سابت جدا فالعديد من الشرك البرمجية في العالم ترعى مثل هذه الاجهزة يعني المصنع يصدر صفت وفرق برمجية اخرى في العالم بتصدر صفتات زي الفرق البرمجية التركية والايطالية والالمانية حتى كان فيه فريق برمجي تونسي ينزله برضو تحديثات بامكانك ان تسطب اكتر من صفت على الجهاز واستخدام اكتر من صفت زي ما انت عندك كمبيوتر ما سطب عليه اكسي بي وسبن وتن ويمكنك انك تروح للاكسي بي او سبن او التن برضو بيمكنك ان تسطب العديد من الصفتات تسطب الصفت الالماني تشوف عاجبني لا مش عاجبني تسطب الصفت الايطالي تشوف لا عاجبني لا مش عاجبني تبقى حاطط اكتر من صفت على هذه الاجهزة هذه الاجهزة تدعم اضافة الاف القنوات بلا اي مشاكل فلو فضلنا نتكلم على اجهزة الفوبلاس التيمو 4K فاحنا مش هنخلص الصورة في اجهزة الفوبلاس التيمو 4K هي صورة 4K كما ينبغي بيور 4K اساسا جميع الرسفرات في العالم بتتعلم منهم او بيحاولهم جاهدين ان يقدموا نفس الصورة الموجودة في اجهزة الفوبلاس التيمو 4K وعشاق الفيدات في العالم بيحب ان هما يمتلكوا اجهاز من اجهزة الانيجما لان هناك العديد من الفيدات في العالم لا تدعمها الا اجهزة الانيجما يعني انت ممكن تستقبل الفيد للقاء او حدث مهم وعلى جهاز الانيجما يشتغل وتجيب اي جهاز تاني تجرب عليه الفيد تلاقيه جاي بشاشة سودا او مش شغال اصلا فيقول لك يا عم ده شغال عندك على الانيجما زي مش شغال عندك لان امتدادات هذا الفيد يدعمها جهاز الانيجما فهذه الاجهزة دائما رائعة جدا فحساسية التنوير فبإمكانك ان تستقطب اي تردد حتى لو كان ضعيف سعر الجهاز يبدأ من ربعمية وخمسين دولار الى خمسمية وخمسين دولار هو جهاز فوبلاس ألتين وفور كي فلو ليك صديق في دولة اوروبية يجيب لك الجهاز يبقى حاجة كويسة ليك صديق في الامارات تحديدا يجيب لك الجهاز هتجيبه بسعر اللي احنا بنتكلم فيه ده ولكن لو هتجيبه من بلدك هتلاقيه عامل تمنمائة دولار تسعمائة دولار ما عرفش ليه هم بيبعوه مضاعف السمن كده ليه لو الاجهزة دي فعلا بتنبيع بربعمية وخمسين دولار في البلاد العربية داخليا كان الاجهزة دي هتنتشر انتشار كبير ولكن نظرا لان هذه الاجهزة محتكرة لدى تجار بعينها فهناك جشع كبير هو عايز يجيب الحاجة لانها مش موجودة عند حد فعايز يبحها بأضعاف أضعاف الأسمان فلا أنصح انك تشتري هذا الجهاز من داخل وطنك اذهب لو لك صديق في اوروبا أن يأتي اليك بالجهاز حيأتي اليك بالسعر اللي احنا بنقوله ده فانت هتبقى في فرط تلتمية دولار أو متين وخمسين دولار انت أولى بيهم هذه هي حكاية أجهزة فوبلاس ألتيم وفوركي هذا الجهاز القادم من المستقبل وبكده نكون خلصنا أفضل خمس أجهزة في عالم الرسيفرات اللي انا برشحهم لحضرتك لو انت مختلف معاه في الرأي في أي جهاز احنا استعرضناه قلنا فنحن نتقبل جميع الأراء سيب لنا اللايك المتين والكومنت العزيز وكان معكم إبراهيم سعيد وإلى اللقاء